الغزالات ديولي ابنات خالتي ولا دخالتي اليوم الفيديو اللي ابنات خالتي ولا دخالتي همشي خاصة النساء كلكم كتعرفوا اللفت المحفور انا دائما كنجيب نصف كيلو في الأسبوع يعني حت هو زوين ولا كترنا من نور عموش كيله البالي حطيت لكم او الفيديو السابق حطيت لكم هذا هذا ممكن قشره واناكله خضر هذا صعيب شوية مهم هذا اللفت المحفور هذا سبحان الله هما كلهم فاصلة واحدة كين ذاك اللفت الأحمر مكير كبو كين ذاك الأبيض اللي فيه الغوز شبيه بالباربة او الشامنضر لسبحان الله هذا كيبقى الموسم كامل هذا تيكون دائما في الوقيت البرد حين سخوم بزيف الناس ما تيدخلوش المطبخ بزيف الناس فقط تيعجبو مغير في الكسكسو تيقول لك تيبن اللينا وتيجي حتى مع التقلية تيجي مع الحم الراس ولكنكم معرفتوش الفوائد او القيمة الغذائية ديانه هذا حطيت لكم باش نغسلوا الكلاوي وكنعالجوا منه حتى السوعال على فكرة هذا كالنصيت ما اقول لكم هذا كاللفت اللي غيبقى لنا نمعسوا بفورشيطة ونضيفه مع عسل ونخليه ويتخمر ونعطوه الاطفال ديانه بحل السيرو لكن لما اللي غيطلق نعطيه الاطفال نبحل السيرو معلينا ده باخذيت حبتان من الجزر منه عفوا الجزر ابيض او اللفت المحفور دائما نخدوه صغير ور بحل هذا بش يكون بش يطيب لانه هو شوية يخطيع سبحان الله هذا القيمة الغذائية هما بحل بحل ولكن هذا افضل هذا تسخ الجسم تعالج لنا مشاكل روماتيزم الهشاشات العظام انه بزاف فيه الفيتامين سي وفيل مينغانيزيو من الناس اللي كتحس بالدوخة غير هو ما يمكنش مثلا انا بغيت نعمله انا دائما تنديروه في طاجين معولداتي وخامتي ياكلوش ليه مهمرا كيتلق الفوائد تعزله من الطاجين ولكن تنتعمد بعد المرات تنقطعوه مربعة صغير ورين بحل هذا باش يتمحو يدوب ويتخلقهم مع البطاطا لانه داك الفوائد دياله وهذا ستفطاجين دائما من ينبغون طيبوه من فوتوش هذا صفي يعني ثلاثة الحبات سمحو ليه ثلاثة الحبات ونقطعوه هكا طرف صغار انعملوهم في الاكل دائما نعملوهم في الطاجين مع المرايقة وخام يبغوش اطفال ديالكم حاولو كيفش المهم معلينا نفس الشيء سنأخذو حبات من اللفت المحفور ونغسلوهم جيدا ونعملوه يتسلق يعني شحل ما بغيته هذا زيد على هذا في الفيتامينات يعني نديرو مثلا نزوج اطر ماء او اطر ونص ماء على حسب القدر اللي عندكم الوعاء اللي عندكم بالشرط يكون اما طين او انوكس نديروه يغلاق ونغطيوه ونخليوه حتيه برد ونبقى ونشربوه هادو اللي عندهم البرد في الكلاوي اللي عندهم البرد في النبولة اللي عندهم البرد في الجهاز التانسولي دائما داخر خارج اللي ما عندوش البرد في الكلاوي وعندو النساء اللي عندها البرد في الوالدة ورجال اللي عندهم البرد في الجهاز التانسولي دائما عزكم الله ومساكن جربوه اشغا ديرولو ممكن عملوه شربة ناخدو حبة من هذا حبتان من اللفت المحفور او الجزر الابيض نعملوه معها بصيلة كامون طلي شوية الملح تديرو الملوين الحمير الملوين الاحمر الفلفل الاحمر فقط لغير تغيير اللون انا كنفضلوها كاك ابيض من الافضل يبقى ابيض بصلة حبتان فقط من الجزر الابيض او اللفت المحفور وحبة من هادو نقطعوه نعملوه معاه بصيلة بلما نضيفو التوم نقدرو نضيفوه معاه اوراق البقدونس ونخليوه حلش يعني حتي طيب نضربوه في الخلاط نقدرو نعطيوه لوليداتنا داء السكاري الناس اللي عندهم ضغط ويطالع السماء مسكين تتجي واحد الحالة بالليل يوكلي يرجعون السادة شكل يبغي يديني وغنزعج اللي حدايا معلك الا حبتان وترققهم زيان عشان ارققتهم بحلقة باش دغية يطيبوا لينا لا يضيعوه لنا الوقت راح فيه بزاف طهي غيمتهم متفنه ماهو الغاية منه اذا نريد ان نصلوا الكلاوي نخرجوا البرد منهم ونسخنوا لانه بزاف الناس يعملوا واحد لحزام او ريباط يقول لك نسخل الكلاوي ليش الله يحسن العوم تيحس بالتلج خاصة الناس الشايفورات النساء اللي تيخدموا في الوزينات البحارة راه هذا زوي نعمل معه حباتان ونرققهم ونعمل معه اطر ونغليه مع الغيطة باش المفعود يالو وكل هذك الشي المفوئيدي ما تشيش في بوخار نخليه حتي برد يبقى المشروب ديالي بشرط نعملوه شي حاجة اللي تكون زوجاجية ونخلوه تماكن في ذاك القدر اللي طيبنا فيه وهذا مني نناكلوه حتى هو ممكن بجغوه هكا او نمعسوه بفورشيطة ونضيرو معه العسر نعطوه الاطفال ديالنا ولا نناكلوه حنانيت ذاوقيتها ديال السعال والتيها بالحلق آلام الودنين هذا حتى وكن عالجو بيالودنين يعني ليش طايتكم انا هاد الوصفة البارح اليوم حتى بزاة تساؤلات راني مريض غالبا الناس كلها تيمشي لهم الصوت وتيمشي ذاك البحة والصدر تيمشي ويجي بالنهجة وزيد على هاد الكيلي مع هاد الوضوء وكلي مسكين داخل خارج الطوالات واختي يغسل بالماء سخون ترجع له بارد كلي مسكين هو هكاك هاد الوقاية تم يتدخل البرد مشاكل تهمتوني؟ بالنسبة اللي بات تعملو شربة الوليداتها وما تيبغيوش غير انتي حاولي تفني الرقق مزيان بالنسبة للأمهات اللي أطفال دياله ما تيبغوش وتيعرفوا الماء نضيف حبة واحدة نضيف معها الجازر ونضيف معها هذه قد نضيف معها كفتا نتفنن احنا الغاية منه أطفال دياله ما تيبغوش تيبغوها الفريت وهذه المأكلات العجيبة والغريبة وغير صحية نضيف معها قايمة الكفتا أوراق من البقدونس نضحنه في المكتور أو في الخلاط اللي عندك ما تديروش يا ضعمة البنة أبداً ما تديروش ضعمة البنة وضعمة السمن ما تديروش كيف تديروش ونعملوا حساء وخيكون أبيض راح غاني النساء هذا ما يمكنش نخليه في المجمد حتى الصيف ونأخذه نقول نتيجيني البرد في الصيف لا حنت هو سخون بزاف كننأخذه في البرد ممكن أنك ابن خالتي اللي عنده البرودة في الركابة والبرودة في الرجلين ممكن أنني نحقه ونيبسه في الضل أو ندخلوا الفران يكون سخون وطافي باش نحصل على بودرة اللفت المحفور ونخلطه مع أي زيت وندفيه شوية فوق البوطة ونعملوك كمساج أو البيخة على الظهار على الركابة على العنق مساج أو بعد ما نطبخه مع زيت الزيتون نعصره ونصفيه يبقى عندي ذلك زيت الزيتون من السم أو دخل معاه اللفت المحفور راح ما نقول لكم صيدالية الخطأ اللي فيه أو الصعوبة اللي فيه أو يعني من كتروش كنجيب نصف كيلو في الأسبوع صافي كيسالي كنجيب تاني نصف كيلو ماشي اذا ما نصف كيلو حينت هو صعيب مثلاً كليد ثلاثة حبات يومة مع الطاجين صافي حتى نبغي نديره في الكسكسوك ولي حتى نبغي يعني إلا مثلاً كثيرنا نخدينها نصف كيلو إذا كانت العائلة كثيرة راه ممكن انا كنت ادوى الى العائلة صغيرة كنت ادوى مثلا ثلاثة في الطاجين وكن اجلس واحد يومين او ثلاثة ايام عد ممكن اعمله في الكسكسو وكن حبس كنت نجلس مرات في الاسبوع ليش؟ تينفخ المصران لانه ما شاء الله زوين ولكن تينفخ المصران تينفخ المصران تيعمل لي غاز تتسمعي التغاروية في الكوريشة تيعود الانسان تيقول كماني اشنو كليس حتى انا مجرباه واحد السيدة اعطيتها نصيحة انه متفوطش لتحبات قلت لي الله وابنين اسبوع كامل ويكت تاكلوا اما نقولش ليكم مسكينة الكرش ديالة وانت نفخات وانت مسكين قلت يا عتقيني عادة عرفت علاش انه صعب هو زوين ولكن ما نفوتوش لاخدينا جوجمارات الاسبوع كافي مثلا الناس اللي عندهم مشكلة البرد في الكلي اخديت الماء راه ماشي بحله ولا اخديته نقدر ناخد وجوج مرات ثلث ثلاثة في الاسبوع ونحبس يمتغى نستعمله الله يقدر الله عودتاني نحس بالنبولة نحس بالحرق نشوف داخل خارج طوالة نعمله يعني بحس سيرو نشوف راسك عندك السوعرة كتاخد سيرو حقك راسك ركتاخد كينة ماشي نقاشادها مثلا وقائي كما ندير لنا باش نحمي نفسي من المشاكين البرد مره مره تندير الزعفران مع الشاي او الزعفران مع الماء تناخد قنينة الزجاج يطرون نصف ماء مغلي سمحوا لي كما قلت لكم مثلا نشربه يومان صافي ونحمي نفسي من البرد النبولة برد الكيلي ونبقى في حال تحتاجيتها لان نتاني الحاجة السخونة لكترنا من النار سنمشيو المصران يعني الماء الغالي هذا الشي اللي كان ابنت خالتي وصفة اليوم راهبينة قدروا نعملوها الشربة انتم متبرك الله لكم حادقات نتفنن يعني ندخل هذا اللفت المحفور غير ما نكتروش كلينا جوج مرات فقط في الأسبوع ما تقولوش قرابنين وخصنين راكيع جبن الله سنعودوا في مشاكل واحدة اخرى بهذا الفيديو هذا كنكون نوضحت لكم اكتر وسمحوا لي مرة اخرى الى زيتون قصد ولا اطولت عليكم ولا اتقلت عليكم راكم عزيز وغالين مع السلام سمحوا لي مرة اخرى انسيت ما قلت لكم اشكتروا لي لي لايك علاش باش ان شاء الله تدتم معي الديو معي الأجر باش الفيديو ان شاء الله يعم المتتبعين كاملين وغير المتتبعين ومع السلامة اشتركوا في القناة